ما يقرب من سبعين مشاركاً متحمسين لاستكشاف مناطق الجاذبي التي يصعب الوصول إليها في سوريا قدوا بعض الوقت في الهواء التلقي قرب نهر الخوابي في مدينة طرتوس وذلك بعد سنوات من القتال وإغلاق الطرق الذي جعل القيامة بمثل هذه الأنشطة أمراً مستحيلة ونظمت مجموعة من الشباب السوري يطلق عليها اسم هوانا نظمت النزهة بالإقامة في الخيام على مدار يومين خلال عطلة نهاية الأسبوع في محاولة لتعريف السوريين بمناطق جذب جديدة ودفع قطاع السياحة المتعثر ومثل تحقيق الاستمتاع مع الحفاظ على سلامة المشاركين تحدياً كبيراً للمنظمين الذين واجهوا صعوبات في تسلم الترخيص اللازمة والتي حصل عليها في النهاية من الاتحاد الرياضي الرسمي في البلاد اشتركوا في القناة